وده خير بيروجه للفنانين يجيبوا لك داك الفنان المات داك زول المات يا اخي تقول النار لا الخير وقف الغنى بتاعه وقف الغنى بتاعه ودعو له بالخير لو انت بحاسبوا المهم انت دعو له شنو جايبينه كل يومين ثلاثة ما هي قصة الليلة التي قضاها الحوت يبكي الى الصبح انت بعد داك تنجزب وما الذي ابكى الحوت ابكاه جنب الطرنبا قالوا له بمره وشنو وهو الاخير والداكروش وبكا وهناي وكلام زيدا نحن مشكلتنا مع الحوت في مره الداكروش مشكلتنا في الغنى دا البكى الشباب وضيع الشباب والله دي من اكبر فتن الدنيا الليلة بالنسبة للشباب في البلد دي وما يرضوا زول تشغل قرآن ما بأثير فيه لقالوا فيه لخبتا بعد شوية تلقاوا يبكي تبكي ما لك ولك والله يا اخا لهي بالشوق ورحل الغمام وشنو ما بعرف وساب البلد وما بسي انت ما بتسيب البلد ساب براه انت ما بتسيبه زاته ما بتسيبه اصبر شوية البلد ما بتسيبه والله جماعة اخي ودين زات الشولل شوف الزولة ودار يتوب ما يخلوه الا الله يتغمده برحمته والله الذي اله لا غيره كلها تأثر يا اخل الليلة الذكر الكزا والذكر الكزا ويبكو الشباب وكلها هوا ساي انا دار عارف داري صالوا ليشنو كلها عشان مرع غنى ده كله بس عشان مرع مرع ما في حتى رسالة ومرع شنو ما بعرف ومرع شنو ومرع شنو ولقيته باللف والألم اللعلي خفه ألم بتاع شنو وله ما بعرف مرع في الاسبوع نتكتك الموضوع موضوع تتكتكوه انا قاعد وما بعرف ايه والله الاخيره والله الذي لا الى غيره وركبت البص برضو لقيته انشغالين ده زاته الحود ده زاته حود ده زاته ناس بيتعاطفوا سايه يقول لك الزول ليه اخ حزين وشكله كيف وبيعمل كيف وبسويك إنت ما عارف الكلام اللي بيقول فيه الزول ليه تمام ركز فيه زول ليه بيقى معه صايم ديما بيقى صوفي حوتك ده زاته بيقى صوفي إنت ما ما فاهم الكلام جايبينه مع سعابين ومعه شيخ وبلاوين احنا زول مات مصير وين ممنخوش فيها يمكن الله يتغمدوا برحمته ويدخلوا الجنة ويمكن عند الله احسن مننا ما نتكبر عليه زول لكن انت ما تحب لك زول سايه بيعاطفة سايه وانا وما برضه فيه ركبت البص شغال ده حوت زاته قال اشكيك لي رب الكون انا تكيفت وقلت والله الحمد لله النازل بيشكوا لي الله وما عنده فيها مسيغة بعد شوية قال الفقر كمل قريشاتي ولا شنو ذكر لفظة زيدي انا ما ضابطة جاء للفقر الفقر دي مشكلتنا زاته نحن ها ايوة والله الذي لها لا غيره نازل باروساي بس واحد شاف لزول كذي وجاء وعامل كيف وعيونه عاملة كيف ومدمع ولا شكله كيف في الاخير جاي من لقصتين تلاتة ويجاي يبكو نازل ما بتركز نازل ما تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من احب المرء مع من احب قال انصر رضي الله عنه فما فرحنا بعد الاسلام فرحنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب واني يحب رسول الله وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم وان لم اعمل باعمالي ما كذا قال انص رضي الله عنه كلامنا دم في ناس بيشوفوه شديد وكذا لكن دار الله الخير نعمل شنو مرات الدكتور بيشروا طلبطهم يكون عنده زايدة امشي الدكتور الدكتور ده ممكن يشيل لك مناديل بتاعت فاين خدت عليك في صباة حفاظة تعطلج ويمرقها يحبش لك بطنك باردة ويفكك انت شايف شغلته باردة لكن بعد شوية زايدة بتنفجر بتكتلك لكن لو دكتور ناصح بيديك بنج وبشرط الشغلة بمرق اللخبة ويربط لك وتبقى مارك والله والله دكتور تعبتني لكن ريحتني جزاك الله خير نخايفين على الناس ناس يا أخي والله الذي لا يلا غير غفل لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى يا أخي زكاء الرسول عليه الصلاة والسلام يا ناس زكاء الرسول عليه الصلاة والسلام مر بعبد الله بن عمر ومعه أمه رضي الله عنهم وهما يصلحان جدارا حيط وقعت وبصلحوا فيها فقال ما هذا يا ابن عمر قال يا رسول الله جدار لنا نصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعجل من ذلك الأمر أعجل من ذلك ما في وكد قال وحلال الزول صلح الحيط حلال ما حرام ما في وكد زهته قال لي وكد تقعد مع ذاك وتتونس مع ذاك وتسوي كذا استمشي تستغفر وتدعى الله يا أخي في يوم قيامة قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد قال لك يوم القيامة النازل تضع لا بني تضع براه مش موضوع خطير تشوف الناس قال لك وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد ترجمة نانسي قنقر